في اليوم التاسع والأربعين بعد ثمانية وأربعين يوم توقف القصف الإسرائيلي أخيراً بعد بدء سريان الهدنة التي توسط فيها الجانب المصري الجانب القطري مع الوساطة الأمريكية شاهدنا لقطات من قطاع غزة أخيراً يخرج الناس يشعرون بالأمان يخرجون في انتظار المساعدات التي طال انتظارها كثيراً من المقرر أن يدخل اليوم مساعدات غذائية مساعدات طبية مساعدات إنسانية المهم هنا هو بدء وصول المستشفيات الميدانية التي تصل إلى قطاع غزة سيتم تركيبها ربما تدخل العمل في خلال أسبوع من الآن تستقبل عدد كبير من الجرحى والمصابين نعلم أن عدد القتلى في قطاع غزة هو وصل إلى حوالي 13300 ولكن العدد قد يكون أكثر والمصابون هو أعدادهم أكثر بكثير طبعاً ذلك مع توقف العمل تقريباً بأغلب المستشفيات في قطاع غزة نعلم أن المستشفى الاندونيسي أيضاً خرج عن الخدمة مستشفى الشفاء خرج عن الخدمة بالإضافة إلى عدد كبير من المستشفيات التي لم تعد تعمل بعد الآن هذا شق إنساني وطبعاً هو في منتهى الأهمية العالم كله يترقب اللحظة التي تصل فيها المساعدات لتنقذ أهالي غزة من الحياة الصعبة المؤلمة التي عاشوها طوال الأيام الماضية لكن هناك أيضاً شق سياسي وبعد سياسي مهم نجد أن هناك منشورات تم توزيعها على أهالي غزة تقول فيها إسرائيل تخاطبهم وتقول أن الحرب لم تنتهي هناك أيضاً تصريحات مسؤولين لعل أبردها وزير أدفع الإسرائيلي الذي قال أنه ستستأنى في الحرب بعد الهدنة لمدة شهرين تقريباً وبالتالي هل هذه الرسائل هي رسائل للداخل أم أنها رسائل للخارج وللحلفاء بأن الحرب مستمرة نريد دعمكم هل بالفعل تريد إسرائيل استمرار هذه الحرب أم أنها تبحث عن مخرج آمن من أجل وقف شلال الدم الذي أتى بأثمان باهظة عليها وعلى حلفائها